أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المواني التابعة لتعزيز تنفسيتها ضمن مثيلتها المجاورة وأوضح أن تعونا سيكون مع كبرى المشاغلين العالميين لتشغيل الأرصفة والمحطات لتضاهي المواني العالمية وأضف ذلك خلال الندوة التي نظمتها السفرة المصرية في لهاي أن العمل على دراسة الحوافز التي تكذب الخطوط الملاحية العالمية للمواني التابعة والاستفادة من موقع الجغرافية المميز على ضفتي أهم مجرى ملاحية دولي من أهم الخطوات مشيرا إلى الخطة الجاري تنفيذها لربط هذه المواني بريا خاصة الربط بين ميناء العين السخنة والبحر المتوسط من خلال القطار السريع الجاري تنفيذه بالتعاون مع شركة سيمينز الألمانية